خد بالك أنا أقلق أنا على محمد جداً في نقطة أنا شايفها في الفترة دي بالذات أول مرة حس إن محمد صلاح مركز مع السوشيال ميديا النهاردة عامل أول مبارح لا النهاردة كمان عامل حاجة كده فيها شعلة نار وقاعد في السونة بيتعالج وبيقول لهم أنا مش شايفكم اعملوا اللي إنتوا عايزينه خد بالك ده نقص خطر إن انتوا بدأتوا تخلوا محمد صلاح نفسه يركز معاكم ما تسيبوا الراجل تسيبوه سيبوه لإنه هو عارف هو بيعمل كويس قوي وبعدين خد بالك الموضوع ماشي الموضوع ماشي إزاي الموضوع ماشي باتفاق بين اتحاد كورة ومنتخب مصر وبين النادي بتاعه انت المفروض إن محمد صلاح يقعد جنبك 15-20 يوم ولا كده ما يتعليكش وما تحتاجوش خالص طول البطولة أو ما يلعبش ولو مباراة وما يساعدكش ولا يرجع لك بعد إسبوع بعد عشر تيان لا في حد قالك يقولك إيه يقولك يعني هو يروح يتعالج ويرجع يخبطوله عالجاهز لا حاولة يا رب ناخدها وعالجاهز أنا قلت كده قلت يا رب ناخدها وكام تريد السيد وقال روح يشيري الكاس عادي لا بنياش تريد السيد العامل بتاع الهداخب يشيلها يشيل الكاس هي الفكرة على فكرة ومحمد صلاح لو سليم ما يموت نفسه يعني يعني والراجل في إعلام انت شفت اللقطة بتاعت وصول الكاس عالم بعد ما جي فينا جون اعتقد من الكون وبرك صح وجاب هو جون شفت محمد صلاح عمل ايه وبعد في ثانية حول المنتخب كله يا الله يا جماعة يا جماعة الراجل ادى كتير قوي ادى منتخب مصر كتير قوي فبال لو سمحته لو سمحته خلي عندنا عقلانية في انتقاد محمد صلاح مش هو مش فوق الانتقاد على فكرة انتقد لا انتقدوا في انه لأ طبعا احنا قلنا كلنا ان اول مطش ما لعبوش خوايس ما عنديش مشكلة خالص هو بلعبوش خوايس مش كويسة برضو انه مقاش مغرد في الانتقاد بتاعي لانه خد بالك في ناس مغردة في ناس ليه عندها غرض يعني يعني في ناس يقولك هو القاستيك اللي بيتمرن به هنا مش موجود في العالم ما يتعملش في كودفور يا عم عبوس دماغك اسكت وسكت بقى يعني اسكت عشيب عيب عيب يا جماعة ده احنا بنتنا بقولك يا كريم احنا كنا بنحلم بنحلم بالعيب يتقارن لو بنحلم لو احنا نايمين وبنحلم بالعيب يتقارن بميسي وكريستيانو كنا مستحيل ان يبقى ده واقع دلوقتي موجود طب اقولك اللي اهم واقولك انت عشت انت عشت بعدك انت عشت دلايف يعني في الملعب احنا كنا بنشجع دروكبة وقت والناس دي ونقول ايه احنا لدى طروع مننا نشجع ليه بقى فارقة عشان هما منكرتنا بس نفسينا واحد بقى يبقى مصري زيور يعني لما بقى عندنا واحد عم بلين ندوس عليه ندوس عليه انتو الناس عايزة ايه انا مش فاهم وعلى فكرة انا بتكلمش عن الجمهور انا بتكلم عن الناس بتوعه الكورة اللي لعبه كورة اللي تنجمه كمان الناس اللي اصلا انا لو مش عارف مين انا لو مسك منتخب مصر ومحمد صلاح اللي همشي مش هرجعه تاني وعشان كده عادي ما بمسكش منتخب مصر وعاكي انا معرفش مين والله والله معرفة اي اسم اي اسم اقسم بالله اقسم بالله ما اقصد حد بيعينه انا بتكلم في العموم صحيح لاني الانتقاد من نجوم الكورة زيادة على حد قوي وصل لمرحلة الابتزال يا جماعة مش كده يا جماعة مش كده سيبه لاني خد بالك ده فيه ناس عملت بسطات اتهانوا اتهانوا من من الاجالب مش مننا احنا على فكرة يعني يعني من الناس برا مصر مش كده ده احنا لان احنا المصريين شوية عطفيين انما الناس برا فاهمها فاهمها يعني ايه اسم وتاريخ ومكانة محمد صلاح في الكرة في العالم احنا ندعي ندعي له دلوقتي احنا نكسب بكرة ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله نكسب المبارل اللي بعدها نوصل سيمي فاينال وييجي صلاح ييل بالشرط القيادة ويكسلنا الكاس هو وزميله بإذن الله ويولع في الناس دي كلها بقى لا احنا ان شاء الله بس اقولك حاجة بالمناسبة اقولك حاجة بالمناسبة انا باحترم جدا كل يعني ومش انا باقى اشارك كريم انا بقول دايما في العامة يعني قول رأيك زي ما انت عايز بس فكرة انه تجود يعني ميسا اقول ايه محمد صلاح فنية ما كانش كويس اقولك حاجة قول محمد صلاح فنية مش مفيد لمنتخم مصر اهو رأيك تمام بس ما تخشش بقى فكرة انه ايه ده خاين لمنتخم مصر ده يتهرم من منتخم جيت ده من اين بقى خاين ازاي بس اي حاجة تانية اي حاجة تانية اعملها يعني قول فنية انت راجل مدر محمد صلاح طول البطولة من اول ما بدأ لحد ما نهى قبل الاصابة مش كويس بسهل ايه اهه انا بقى قولها اهو على هوا شوف انا بدفع عم محمد صلاح ازاي ما كانش في مستوات طبيعي هل ده هل ده يدرك في حاجة ان انت تقول كده انما تقول خاين خاين ايه عم انت عارف معنى الكلمة دي ايه